مرحبا بكم في قناة دي دو سمودي هاد الخلفة هادي اني هما كانوا ربعات الخلفات اني هادو وهادو هما ربعات الامهات ليعطاوني هادا هادا هالنتيجة هادي شديد دبع مني نداز فالعمور شهر ونص بالدبط يعني بعد الفيطان هما كا قلسوا معمهم شهر انايا قلسوا عندي خمستاشر يوم فهاد العمور هادا الا لحظة معايا اش كيبال لكم في هاد الخلفة واش كيبال لكم في هاد الخلفة ان الحجم ديال هاد الصغار هادو مشي هو الحجم ديال هاد الصغار هادو رغم انهم رامخوط يعني هادو هادو رامخوط السر اشنا هو وهو ان هادو راني قلبتهم دكور وهادو رهم ايناف رغم كيبال لك الاختلاف في العجم علاش كتنفرزوا بيناتهم ماشي لأنهم غادي يتزاوجوننا ولا شي حاجة. لا. كين واحد السر يعني هذا سر يعني شخصي أنا كان خدم به يعني مني الرأس. يعني ماشي وره لي شي واحد. أنتم مصباك الله كي بلكم الدكور كين الاختلاف في الحجم. هاد السر هو أنه من بعد شهر ونصف الآرانيب الدكور كيبقوا يسمانوا دغيا كيبقوا يكباروا دغيا. أما الإيناف كيبقوا واحد الواتيرة غادي تاكي وصلوا لشهرين شهرين ونصف عاد كيبدا ويسمانوتهم. يعني كيبدا الحجم ديالهم كيبدا كبار. علش فرقص بيناتهم باش نتحكم لهم في الأكل. يعني الإينات بغيتوا أنكم تسمنوهم كذلك. بغيتوا أنكم تديروهم يعني كأمهات عوتني كين الطريقة ديالهم. إلا مشيتوا بغيتوا تسمنوهم الكيمية اللي غادي تعطيه للدكور. مثلا غادي تعطيهم جوج خطرات في النهار. مثلا بنفس يعني المقياس. حنا نقولوا مثلا مقياس كهذا مثلا. مثلا هذا عطيتهم لهم عامر مثلا أو فيه الدورة. الدورة مغربلة. هني سبقت هدرت على هاد الدورة المغربلة. هاد الكيمية اللي غادي تعطيه لهادو. حني نقولوا ممكن أنكم تقسموا هاد 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 لأن فيزيولوجيا ديال ديال الدكر ماشية ديال الأنت سمحان الله. الإينات ممكن أنكم انتوما بغين تاخدوا واحد الإينات مثلا ديال آآ واحد نوع من الأمهات. مثلا واحد الأم انتوما عاجبكم. إن مثلا معذبتكم مش في الولادة. غادي تعقلوا على الصغار ديالها لها تقسيم. من النوع غادي تعقلوا على الصغار ديالها غادي تعطيهم ثلاثة مرات. مثلا الدكور اكتشية قاعدون جوجو مرات. آآ الصغار اللي غادي تديروهم غيل غيل ماشي التسمين. الصغار الإينات اللي غادي تديروهم باش يولدوا يعني هاتتخليهم عندكم هاتعطيهم مثلهم مثل الضوكور جوج من رأس أما واحد النوع من الإينات يعني في القسم الثالث مثلا غادي تديرهم هناية مثلا هادو تشدهم وغادي تفرزوا منهم مثلا هذا 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 هادو غادي هما الأمهات هاتخليهم هنايا هاتعطيهم كيف هم كيف الضوكور علاش لأن الضوكور غادي كبروا دغية هادو كل البيع الإينات اللي كيني هناية انتو مباغين نغي توقلوهم باش يولدوا هاتخليهم صافراء كي ما بغي يقول الحجم ديالهم ماشي مشكي أما القسم الثالث وهو تسمين تسمين ديال صغار ديال ديال نتوات هما صغار نتوات ولكن في نص الوقت انتو مباغين تبيعوهم لأن الأمهات ديالهم ما صارحينش ما عدموكم في الولادة شوفوا القسم الثالث تسموه هو الإينات الصغار من أجل تسمين من أجل البيع ماشي من أجل الكسيبة هادو قتعطيهم ثلاثة مرات الماكلة ديالهم هتكون ثلاثة مرات مثلا الدكور جوج خطرات كيكبرو يعني الفيزيولوجي ديالهم كتكبر دغية دغية ماشي مشكي القسم الثالث فيه أمهات اللي غدي تخليهم على حساب الكسيبة اللي غدي ولدو هادو قتعطيهم مثل هم مثل الدكور صغار أما القسم الثالث هو اللي فيه الإينات اللي انتوما ديلنهم من أجل تسمين اللي انتوما الأمهات ديالهم ما عاجبينكم شيني كتحسوا بهم لولادة ديالهم مش إياها ديك وما ما كيك معدبينكم كيك كيك ما كيك كل الأمهات كتال الصغار ديالهم كي خرجوا بحالهم منين تشوفو هادو هادو القسم الثالث كتو كتعطيهم لهذا المجموعة ديال الكسيبة كتعطيهم جوج مرات يعني جوج وجبات الدكور كتعطيهم كتعطيهم جوج وجبات بالنسبة لهذا الإينات القسم الثالث ديالتسمين كتعطيهم ثلاثة لوجبات علش باش يستمانوا دغية دغية يعني ماشي بحال بالدكور الدكور را كتعطيهم جوج وجبات كيسمانوا دغية دغية أما بالنسبة القسم الثالث غادي تديروا الوجبات ثلاثة المرات باش بحالة يوليوا لكم بحال بالدكور أما هادو ديال الكسيبة هادو غا تخليهم غير باش يعيشوا تاك يكبروا عاد باش كيشدوا الصحة ديالهم وكي كتعطيهم فيهم كيولوا دبا ركندن أنني هي فكرة صعيبة ش شوية ولكن حاولوا أنكم تعودوا الفيديو وتفهموني شونه بغيت نقول لكم را موضوع مهم ومهم بزاف يعني كيفاش كيفية تقسيم ديال ديال صغار الأراني با كميات الأكل را موضوع موهم بالنسبة ل في التربية ديال الأراني إذن الحلقة دينا هي هذه اللي ما فهمت شي حاجة أو بغي شي شي توضيح أنا على الإشارة كنشكركم على التعليق الطيبة ديكم حركوا الإصبع ديكم من تحت وتكيوا لزير الجام تنسوناش بالزير الجام وتكيوا لزير الجرس كي يصلكم جديد ديلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله